اشتركوا في القناة لجلالة الملك المعظم وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة مباشرة من سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران استطاع أن يحجز مكانه على أجندة أهم المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية ونجح المعارض في استقطاب كبريات شركات العالمية ذات الصلة بصناعة الطيران بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية ما مكن المملكة في أن تكون وجهة متميزة وجاذبة لمعارض الطيران في المنطقة وقد أصبح مارض البحرين الدولي للطيران إضافة مهمة لرفض وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تنشيط القطاع السياحي والحركة الاقتصادية عموما حيث حرصت المملكة على استثمار النجاح الكبير والمتصاعد الذي يحقيقه المعرض في تنمية القطاع السياحي بما يمثله من حدث فريد وملهم ضمن عالم الطيران وكذلك من خلال الفعاليات الترفيهية المصاحبة التي تحظى بحضور جماهيري لافت يعكس قدرة المملكة كوجهة سياحية رائدة في تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات العالمية وتقديم منتج سياحي متنوع جاذب للسياح على مدار العام فضلا عن تعزيز مكانة مملكة البحرين في صناعة المعارض والمؤتمرات كرافد مهم للاقتصاد الوطني ويجسد المعرض وكذلك سياسة المملكة البحرين القائمة على الانفتاح على مختلف دول العالم والنبيعة من عمقها التاريخي وإرثها الحضاري والثقافي بفضل موقعها كملتقى للعالم الذي عد هذا المعرض وغيره من الفعاليات العالمية الأخرى التي تستضيفها المملكة فرصة لتعمق روابط الصداقة والتعاون بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة من خلال الحضور العالمي الواسع والرفيع للمسؤولين والشخصيات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية الخارجية والعربية والدولية